السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير جبتلكم فيديو جديد وجولة جديدة ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله والأسعار كمان هتعجبكم طبعا زي ما انتو شايفين الجولة بتتكلم عن الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية وكل حاجة هقول لكم على كل التفاصيل بس بالله عليكم ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو المكان ده في المنشية في كمال سعد كمال سعد ده جماعة جامل جدا فيه ناس هتكون عارفة وفيه ناس مش هتكون عارفة آآ كمال سعد بيبيه كل حاجة بالجملة هو مش متخصص في الأدوات المدرسية والمكتبية فقط ولكن هو متخصص في حاجات تانية كتير جدا ان شاء الله بعملكم فيديو تاني وتالت آآ عنه بعد الفيديو ده بإذن الله آآ زي ما انتو شايفين آآ ده كده برجل وحاجات آآ مادة الهندسة آآ هقول لكم طبعا تشتروا ماركت ايه وهقول لكم يعني انصحكم تجيبوا ماركت ايه آآ بإذن الله الفيديو كمان آآ هيعجبكم وكمان يعني الحاجة فيه بسعر الجملة يعني آآ وهتوفر عليك كتير جدا آآ زي ما انتو شايفين دي كده براية بس جميلة قوي آآ البراية دي تلاتة في واحد آآ يعني منها فرشة ومنها آآ جومة ومنها براية زي ما انتو شايفين دي بسبعة جنيه هي مكتوبة على تسعة جنيه بس هي بسبعة جنيه سوفر رشتية والآآ الجومة وكمان البراية آآ فيه كمان الآلام السنون آآ الآلام السنون دي برضو هناك آآ كل حاجة لها سعر آآ طبعا فيه سبعة ملي وفيه خمسة وفيه آآ تسعة فيه بخمسة جنيه وفيه بسبعة جنيه وفيه باثناشر وفيه خمساشر جنيه زي ما انتو شايفين اه انصحكم انكم لما عندكم يعني حد في تالتة ابتدائي او كده او في اولى ابتدائي كمان او في حضانة انصحكم انكم تدربوهم على الكتابة بالقلم السنون هو تدريب بس بيقعد يكسروا في السنون واحدة 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 مع واحدة واحدة في التعليم هتلاقوه متعوضوا عليه وهيرياحك كمان الالم السنون ده من البرايان كل شوية اه وكمان الالم السنون نضافه يعني مش كل شوية هتلاقي نفسك بتبري لان الالم الرصاص بينزل يعني حاجة السواد كده من الرصاص بتاعه والالم الرصاص برضو جميل بس انا يعني ده نصيحة يعني انا يعني باقترح عليكو اقتراح يعني انا بعمل كده اه بكتب باعلمهم بيكتبوا بالقلم السنون حتى كمان يتدربوا عليه اه دي كده بسوا لم سنون بسوا كاملون حوالي اربع او خمس او ست كمان الوان شكرهم حلو جدا فيه هناك كمان بريات اه بريات بالعلبة عايزة يعني تجيبي علبة على بعضها او عايزة تجيبي اه بالقطع فيه برضو بصوا هنا برضو اللام السنون بقى خمسة جنيه بسبعة جنيه وفيه بربعة عشر برضو زي ما قلت الكوب خمسة عشر اه دي كده جومة الجومة ديت بسبعة جنيه هي مركتها حلوة جدا انا اول مرة كنت اشوفها فيه منها الحجم الصغير ومنها الحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده بس هي المركة يعني شكلها حلو جدا انا لا ما استخدمتهاش لسه ولا استعملناها بس هي شكلها حلو جدا اه دي كده الام الكوريكتور اه طبعا زي ما انتوا شايفين الالوان هما بيحبوا الالوان دي جدا اه فيه كده بتمانية جنيه وربع والكوريكتور الياباني اللي انتوا شايفينه دوت كده بسبعة عشر وفيه بعشرة اه فيه كمان البريات ديت اه البريات دي برضو بالقطعة اه فيه برضو هناك يعني هقول لكم على كزا مركة تجيبوها في البريات وفي الام الرصاص وفي الجمات وفي الام الجاف اه هقول لكم عليهم اه ان شاء الله يعني تجيبو من المركة ديت لو فيه ناس يعني مش عندهاش فكرة عن المركة ديت هقول لكم عليها تجيبو منها زي ما انتوا شايفين يعني كمان ساعد اه المعرض ده في كل حاجة فيه كمان زي ما انتوا شايفين دي برضو براية دين في واحد وجومة مع بعض دي على شكل صاروخ اه شكلها حلو جدا دي بسبعة جنيه فيه برضو هناك الالام الجلو زي ما انتوا شايفين كده اه فيه اللي هو الاحمر فيه زرق ده ده ب13 جنيه ده حجمه كبير فيه برضو الوسط بيبقى اقال منه في السعر شوية وفيه برضو الصغير ب2 جنيه ونص اه وده كده اه قلم جلو اه سيئل ده كده اه جلو سيئل اه الاحمر ده كده اه الحجم الصغير تهالوا بقى اقول لكم على اسعار الانام الرصاص واه اقول لكم على كم فكرة كده ان شاء الله تعجبكم واقول لكم على الماركات اه الكويسة اللي انصحكم انكم تشتروا منها اه زي ما انتوا شايفين دي كده اسعار اه الدسة العلبة فيها اتناشر قلم فيها دستة اه زي ما انتوا شايفين دي كده ماركة ديلي الماركة دي جميلة جدا وكمان فيه يعني الاحلى منها كمان شوية اه اللي هي فيبراكستل هتشوفوها دلوقتي دي كده اسعار ماركة ديلي انصحكم انكم تجيبوا الماركة دي يعني لو عايزين الام رصاص نضيفة وكويسة واستن بتاعها مش بيتكسر وخشبها كويس اه جيبوا ماركة اه فيبراكستل اللي هي دي 24 جنيه دي اه اللي حمر في ابيض دي اه وتجيبوا ماركة ديلي ماركة فيبراكستل وماركة ديلي الماركتين دول جميل جدا وخشبهم كويس واستن بتاعهم والخط كمان كويس اه بصوا زي ما تشايفين الاسعار اه يعني الداستاب واحد وعشرين اه فيها 12 قلم والداستاب خمستاشر وواحداشر يعني اسعار حلوة جدا وكمان الالوان برضو الالوان برضو جيبوها فيبراكستل او ماركة ديلي حلوة جدا اه دي برضو اه علبة الوان في المصدر اه بواحد وخمسين جنيه هي اه اه 24 لون اه هما اصافين هما تجنبا بعض كل الالوان بدرجاتها اه الفبراكستل هيت كمان بخمسة وعشرين جنيه ده علم طويل اه الصغيرة اه اللي هي 12 لون اه بس الالم الصغير يعني اه بخمستاشر انا بجيبها اه باثناشر ونص وبتراتاشر اه في محلات بتبعها بخمستاشر جنيه اه دي كمان نايلام جميلة جدا اه دي ماركت ديلي ده كده اه بيتبع لبعضه كده زي بارتامون كده اه فيه زي تلات الوان او اربع الوان اه حلوة جدا جدا برضو عملية انصحكم برضو تجيبوها اه دي فيها اه خمسين الم بسبعين جنيه يعني الالم فيها بجنيه اه وربع بجنيه واربعين قرش اه تقريبا بجنيه واربعين قرش اه دي برضو عملية وحلوة جدا وماركت ديلي برضو اه دي ماركة تانية برضو جديدة شفتها لسه جديدة اه الوان خشب حلوة برضو اه البرتمان بتاع الالم الرصاص ده اه جبيل برضو وموفر ليكم والمركة برضو حلوة دي كده الام فسفورية ده كده بستة جنيه والاصفر التاني ده بتلاتة جنيه ده كده بتلاتة جنيه اه في برضو اه زي ما انتشايفين كده اه الام الويت بورد اه زي ما انتشايفين الام السابورة ديت اه برضو اه دول كده مع بعض دول تقريبا عاملين اه اه اتنشر جنيه او حاجة ده الالم ده بتلاتة جنيه الام خطط بس حلو جدا برضو ينفع لحاجات كتير وخطه جميل جدا انا بجيب منه اه ده كده برضو اسعار في يعني في باترينا كده الباترينا اللي انتشايفينها ديت اه عرضين ليكم كل اه انواع الالام اه الويت بورد وانتو بتختاروا منها اللي انتو عايزينه بالاسعار برضو اه بالعلب برضو زي ما انتشايفين في برضو هناك القطر اه وفي هناك برضو اسلاح القطر لو عايزين لو عندكم قطر وعايزين الاسلاح في برضو اه بالعلبة برضو كل الاحجام اه الام الويت بورد اه برضو بكل يعني اسعارها زي ما انتشايفين في برضو اه حبر للالام في حبر كده هناك بيتمع في ازازة اه للي بيزود يعني فيه الام كده بتتزود لها حبر معين اه برضو ده الالام دي جاملة قوي اه باتنين جنيه وتمانين ارش يعني بتلاتة جنيه اه حلوة قوي الالام دي اه عملية اه القطر ده اه بتلاتاشر جنيه اه والتاني ده برضو بستة جنيه لأ ده اللي بتلاتاشر والتاني بستة جنيه فيه بقى لم جف كده يعني بالواحد كده بيتبع لواحده ده بتلاتة جنيه بس جميل قوي اه هو تقريبا صنع الماني الالم ده فيه هناك بقى مقصات بكل الاحجام اه هم انا رحت لقيتهم معرضين المقص ده بس لكن فيه احجام تانية حلوة جدا برضو باربع واشرين جنيه الواحد فيه برضو باتناشر وفيه بحداشر اه انا كنت جبت منهم واحد بشتغل ببرضو فيديوهاتي بتجابه بحداشر جنيه وجميل جدا يعني تقريبا بقى له سنة عندي دي برضو الام المؤسسات الكارتون المكان هقول لكم تاني كمال سعد في المنشية جميل جدا كمال سعد بصراحة كل اسعاره حلوة ومرقاته ومرقاته كمان 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 تعالوا نشوف اسعار الالام الجاف حلوة برضو وعملية وخطها جميل جدا زي ما انتو شايفين كده عارضين كل الالام الجاف كل يعني كل نوع عرضين الامين او او فوق العلبة بتاعته وعليها السعر يعني زي ما انتو شايفين كده كل يعني كل نوع من الالم فوق العلبة عليها السعر بتاعها العلبة تقريبا فيها عشرة. متهيال ما فيش علبة فيها اتناشر. آآ فيها عشرة بس تقريبا عشر لن بس. في بقى بعشرين وفي بستة عشر. في بكل آآ يعني في كل آآ الاسعار. مش معنا ان في مسلا آآ حاجة آآ اغلى من حاجة بتبقى احلى آآ والله كلهم حلوين جدا يعني. آآ دي بريما برضو ماركت بريما جميلة جدا آآ برضو عنصحكم انكم آآ تستعملوها جميلة. آآ العلمة دي فيها عشر قطع آآ عشر الام. آآ تقريبا عملة تلاتة عشر جنيه. في باتنين وعشرين وفي باحد عشر جنيه. وفي بتسعة جنيه. آآ دلوقتي الواحد بيروح يجيب آلم من المكتبة بيلاقي بتلاتة جنيه وباتنين جنيه ونص يعني لو حسبته هتلاول آلم في العلبة مش مكمل جنيه خالص. آآ انا سألت على الام دي هات كده العلب دي كده اللي قدام دي. آآ قال لي هي آآ لام جل. باربعين وبواحد وثلاتين. وابتو منتاشر. آآ زي ما انتو شايفين كده اسعار الالام آآ الجاف. الالام الجاف هناك آآ مش بيتبع منها بالقطعة كتير. في بعض الالام بتبع منها بالقطعة هناك. آآ ليه بقى? لان اصلا سعر العلبة آآ مش مستاهل انهم يبيعوا قطعة بقطعة. سعر العلبة رخيص آآ وكويس سعره كويس يعني. فانت مسلا لو روح تجيبتي مسلا حاجة المدرسة لولادك آآ هتجيبي علبة على بعضها. مش هتجيبي مسلا تلات اربع الام. ليه? لان هي اصلا العلبة عاملة آآ من يعني من تسعة جنيه ادي كشفت الاسعار آآ من تسعة جنيه لغاية آآ زي ما انشي عايزة. آآ دي كده الام آآ جاف جليتر ملونة. آآ فيه ستة الوان آآ ستة الوان دي تقريباً عاملة اتناشر جنيه وحاجة. واللي هي فيها اربع الوان آآ دي تقريباً عاملة تمانية جنيه او تسعة جنيه. برضو هناك آآ هات فيه اساتك آآ ملونة. آآ ده كده جلو. جلو يعني جلو الوان كده. جلو دهان. آآ آآ فيه لام الوان تاني برضو هيات. فيه الوان تاني زي ما انت شايفين برضو. ماركت بريمة حلوة قوي. آآ فيه اللي هو آآ بتاع المتر المقاس دوت انا مش عارفة اسمه ايه بالزبط بس هو آآ خمسة متر برضو هناك. يعني تقوله خمسة متر. آآ ده القلم برضو اللي هو بالسلك بتاعهم. آآ ده اللازق بتاع آآ اللي بنلزق بيه البلونات في الحائط او آآ يعني اي زينة تعياد الميلاد او اي زينة رمضان او اي حاجة. آآ بنلزق بيه برضو. آآ ده برضو دي برضو علب آآ مادة الهندسة. دي كده بتسع وعشرين جنيه. آآ فيها حاجات كتير من جوة. فيه برضو علب ده تهندسة كتير. آآ في ب احداشر وفي بتسع وفي ب خمستاشر. آآ دي كده علبط آآ آآ آلوان سلصال. ممكن تجيب منها لون اتنين تلاتة زي ما انت حابه. وممكن تغييها كلها. آآ دي جو مات. جو مات برضو ماركت فيبرakaستل. جو مات دي بينزل منها اربع الوان. آآ جو مات دي جميلة جدا يا جماعة برضو انصحكم انك تجيبوا آآ جو مات فيبرakaستل. دي منها ودي الكبيرة. آآ برضو عايزين تجيبوا برايات جيبوا برضو آآ برايات ماركت آآ ديلي برضو جميلة جدا. آآ دي برضو قلام جاف برضو آآ ماركة تانية. آآ دي الالوان دي وردو انا سعلت عنها قال لي آآ دي الوان دي بتآآ لها كزا استخدام يعني والاستخدام اللي يعني اللي هو شغال منها آآ الرسم على الهدوم. دي قلام جاف تانية برضو. آآ دي براية حديد. براية دي حلوة جدا برضو بتعيش كتير قوي. آآ دي داري بنعملها ستة وسبعة جنيه. آآ دي برضو براية السلحة الماني حلوة جدا. آآ آآ انا يعني كل حاجة بقول لك على حلوة جدا حلوة جدا. لان بصراحة انا يعني آآ بجيب الحاجات دي كلها ويعني انا استخدمتها كلها بصراحة استعملناها كلها. آآ دي لمجاف تانية برضو زي ما قلت لكوه برضو بالقلب الواحد يعني. آآ في هناك بقى رقن شغل الهندسة بقى وشغل الرسمي وكده. آآ زي ما انتم شايفين الفراش وفي برضو آآ اللام رصاص آآ آآ لحد عاوز يرسم برضو في آآ يعني لو في قليت هندسة او حاجة برضو. في برضو ادوات هناك وحاجات تانية. آآ شايفين دي برضو دي جميلة جدا مارك ديلي. آآ ديت آآ انا سألت عليها قال لي آآ ده آآ يعني زي كل يعني كوركتور بيبر زي كوركتور بيبر كده بديل للآلم الكوركتور يعني لو انت عندك مسلا آآ يعني مش حابة انك تجيبي قلم كوركتور وآآ وقلقانة من المادة اللي في الكوركتور مادة الكوركتور يعني آآ ده كده لاصق آآ بيتحط كده شريط لاصق على آآ الساطر اللي تلغبط فيه او الكلمة اللي تلغبط فيها. دي برضو علب آآ مادة الهندسة اللي هي فيها البرجل والمنقعة له وكل ده. زي ما قلت لكم فيه ب 11 جنيه وفيه ب 12 وفيه ب 9 جنيه وفيه ب 29 اللي انا وردتها لكم. آآ ده كده آآ اسمه يعني ده زي ورق ملاحظات كده. آآ بتكتبي في اي حاجة حابة تفتكريها آآ تعالقيها على التلاجة تعالقيها على مكان معين. آآ تلزقيها في مكان الماء يعني عشان ما تنسيش او تتقري اللي انتي آآ حابة انك ما تنسيهوش يعني. آآ برضو في عطور برضو زي ما انتو شايفين عطور خالجية. آآ العطور الخالجية ديت آآ حلوة برضو في حريمي وفيه رجالي. اللي عليه الحريمي ده بقى 20 جنيه ونص واللي هي القايمة اللي فيها الاسعار دي كلها رجالي. آآ بس بصراحة يعني هي عطور ريحتها جميلة جدا. ده برضو آآ بيام ريحة برضو. بيتعلق كده في ريحة برضو. اتمنى الفيديو يكون عاجبكو. آآ رجاء ما تنسيش تعملوا لايك للفيديو. آآ كل واحد هنا مكتوب عليه اسمه دورد طبيعي. هو اسمه كده. في برضو هناك آآ آآ يعني مصاحف آآ برضو آآ تجويد ومصاحف آآ للقراءة جميلة برضو. دي مديليات آآ دي تقريبا واحدة من عشرين او فعلا عشرين. آآ دي كده برضو آآ اللي هي آآ آآ سبحة اللي بتاعت التسبيح. دي وخمستاشر جينيه بس حلوة قوي. يعني شكلها من قريب جميلة جدا. يا بصوا المصاحف جميلة جدا آآ مصاحف التجويد هناك انا سألت عن مصحف التجويد الوسط آآ بمية وخمستاشر او بمية وخمسة يعني استحلو جدا. دي كده اسعار العطور. بستة وعشرين دو كلهم كده. آآ دول كل يعني ده القايم انت كلها كده. آآ تلاتين لون آآ فيها يعني فيها صفين. صف بالدرجات الغامق وفي آآ الفاتح. آآ دي جميلة جدا بتسوا عشرين جنيه تقريبا. آآ حلوة جدا الحجم الالم بتاعها زي حجم الالم كده. هي زي شنطة كده. بس حلوة جدا. آآ دي برضو يعني الوان المية برضو. ودي الوان الواجه. الوان الواجه دي برضو حلوة جدا. آآ لو حب مسلا انك يعني ترسمي يوشهم وكده ويفرحوا. آآ بدل مسلا ما انت قلانة من الالوان اللي بره تكون فيها مادة ولا حاجة غلط على بشرتهم. ممكن تجيب ديت وتكون عملية معاك على طول. آآ دي كده آآ لازقتي حبيت ان انا ورها لكم برضو فيه منها كتير جدا بس فيه بقى خضروات وفيه آآ يعني حاجات تانية آآ دي فيها اي بي سي كابيتل وسمون آآ تأسيس يعني آآ لو عندك مسلا سن صغير في البيت ممكن تلزقيها في مكان معين آآ وهيتأسسوا عليها. ده كده كيس اشكال السلصال كيس ده تقريبا نعمل ستة او سبعة جنيه وفيه السلصال ده بتلاتة جنيه وفيه العلبة دي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حفظ الله.